اشتركوا في القناة وشكله جميل وزي ما انتو شايفين حاجة جميلة بتملبها شكلها حلو ومش مكلف ويلا بينا عشان ما نطولش عليكم كلها نحتاجه عواده وستيك وقطر وماص وفيشة ومفتاح ودواية ولمبة ومسد الشمع ويلا بينا نبدأ زي ما انتو شايفين اهم حاجة نزبط مقاساتنا تمام تمام طول الاودين هنحط الاودين على الارضية وهنحط حتة على جنبها فوقهم وكذا وهنحط حتين برضو وحطة فوقهم هتكون واخدى معنا كيف دوران مش هنطلعهم يديلين كلهم عشان الشكل بتاعنا في الاخر هيبقى ربع دايرة افليك بتاعنا عبارة عن ربع دايرة بيحتاج تقريبا اتناشر في الدوران واتناشر في كل صف من الجنبين واتناشر في الارضية اهم حاجة نرزاو كويس عشان ما يفكش معنا الشمع الشفاف بيبقى نضيف الشور مشي العلوان انا استخدم الشمع الشفاف اهم حاجة شغلنا هيبقى مزبوط الشغل كله نساوي عشان يطلع مزبوط وياريت لعجبكم الفيديو وما تنسوش الاعجاب وتعليق ولو مش مشترك ياريت تشترك في القناة عندنا لو عاجبك الفيديو ده شكل القلبة بتاع خفض الدسام اللي احنا شغالين منها وبنحط في الجنب خمس اعوات نقفل بهم من جنب والجنب التاني هنافل حوالي ثلاثة عشان نقدر ان احنا ممكن نمد يدينا نغير اللامبة بنحط خمس قطع خمس اعوات على الارضية بس العود الوسطاني بنقطع عشان نسيف فيه فتحة في النص احنا ممكن نحط خمس عكسهم وبرضو نسيف فتحة في النص احنا ممكن نعمل خمسة عكس خمسة وبعدين نفتحهم هنعمل فتحة باي حاجة بس اسهل كده يعني عشان خاطر اه هنعدي السلك بتاعي الدواية يبقى في نص القاعدة بتاع البليق بتاعنا بكم انتو شايفين وبنقطع اه ستة اعوات النص وهنحط في كل جنب اه التلات قطع فهو بقى بحيث ان احنا نعلي ضهر القعدة عشان خاطر السلك بتاعنا بتاع اللمبة ما يبقاش بارز عن القعدة عشان لابليك يبقى قاعد على الحائط مزبوط كده انا عملت في كل جنب ثلاث قطع وكده هنجيب الدوية بتاعتنا هنعد السلطة من ورا ونركب الدوية اما حاجة تخلوه لكم الكهرباء وهنسبت الدوية بالشكل دي بالاستخدام مصر داس الشام هنجزعه كويس انا عملت وحطيت الشام ورا وكان عندي حتة تود ستيك زيادة حطتها ورا برضو كده ثبتت السلكة افضل وهنركب اللمبة ونقربها تمام هنجيب الابليك بتاعنا وهن حط شامع ديه من الجنبين ونزود الشامع وهنسبته وهنزود الشامع عليه بس هنمسكه بس سواني عشان يشد الشامع وكده بنقربها وتمام وياريت لو عجبكم ما تنسوش تتركونا تعليق اسفل الفيديو وزي ما تعودنا مش هنطلب منكم الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة الا لو عجبكم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة